اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا نمار ولا ميسي ولا بابي عاملين حاجة حقيقية مع بريستان جرمان في دور الابطال خرجوا من البطولة السنة اللي فاتت وناصر الخليفي دخل ميسيك العصاية بتاعت الرواية بتاعت المساعد وكسرها والحكاية والرواية يعني هو لسان حاله كل المليارات اللي بتتصرف دي وفي النهاية اخرج كده خالي الوفاة من دوري ابطال اوروبا يبدو ان السنة دي يعني ستشابه السنة اللي فاتت لانه النهاردة يبدأ على ملعبه بخسارة من باين ميوريخ امر صعب جدا 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 وبالتالي كثرت التكهنات وبعض الصحف في اسبانيا تحدست عن امكانية انتقال محمد صلاح في الصيف لبريس تان جرمان والكلام انه ليفر بول لن يقبل باقل من سبعين مليون جنيه سترليني حتى ينتقل محمد صلاح ده كلام بتتدوله بعض المواقع الاوروبية وبعض الصحف الله اعلم ايه اللي هيحصل لانه ليفر بول هذا الموسم اتصور انه هو هينهي في مركز خارج الاربعة الاوال خارج هو طبع ليفر بول مجدد مع صلاح للعشرين سبعة وعشرين لكن مفيش مشكلة عادي جدا لانه جماعة الامريكان ملاك نادي ليفر بول هم ناس تجاريين بتوع اموال يعني فالنادي مش هيحقق حاجة سنادي لم يحقق فيهم اتعلق بالكاس الرامط مش هفيه كلام انتوا عارفينه ده وفي الدوري العام وفي المركز التاسع دلوقتي لكن بفارق ضخم جدا عن منطقة الاربعة الكبار وبالتالي ما تصورش انه يلعب دوري ابطال السنة الجاي وربما يلعب في المؤتمر مؤتمر الاوروبي اللي هو اضعف حاجة في العالم وربما ما يلعبش كمان فاذا بيع محمد صلاح وارد وفقا لبعض المواقع والصحف الاوروبي طيب طبعا بكرا بماشية الرحمن في مبارتين ايضا في ذهاب دور السبتاشر والاتنين هتلعبوا زي النهاردة ساعة عشر بالليل بروسيا دورتموند امام تشيلسي وكلوب بروج امام بن فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر